إذا كنتم من محبي عالم الحيوانات المثير سندعوكم لمشاهدة هذا الفيديو الرائع الذي يحتوي على لحظات استثنائية مع الحيوانات المشهد الموالي رصدته كاميرا المراقبة في أحد المطاعم في كوليرادو بالولايات المتحدة الأمريكية وظهر فيه دب وهو يمشي حتى وصل عند برميل القمامة التابعة للمطعم الدب لم يقم بالبحث عن الطعام داخل براميل القمامة كما كان منتظرا منه بل قرر سرقة برميل بأكمله حيث جره ماسكا إياه بقدميه الأماميتين وغادر المكان رقصة الموت بينما كان ديفيز جونتان ذاهبا إلى العمل لفت انتباهه مشهد غريب جدا وقام بتصويره على الفور المشهد ظهر فيه 15 ديكا روميا يحومون حول قط ميت في أحد شوارع بوستون وكانوا متناسقين وكأنهم يؤدون رقصة البعض أطلق على هذا المشهد رقصة الموت هذا المشهد لا يعتبر فريدا من نوعه فقد تمرست بعض المقاطع لديوك رومية وهي تحوم حول جدع الشجرة فكيف تفسرون هذه الظاهرة؟ اقترب هذا الثعلب الماكر من الطائر الذي كان يبدو كأنه ميت بهدوء وحذر شديدين حيث ظن أنه أمام وجبة دسمة مجانية لكن الأمور لم تجري كما كان مخططا لها فعندما هاجم طائر العاق وحاول إمساكه من رقبته استيقظ هذا الأخير من سباته وقفز على الفور في الماء في حين غادر الثعلب المسكين خالي الوفاط دب يواجه حصانا بينما كان المغامر يلي يستريح في الغابة تفاجأ بدب شرس يهاجم حصانه المربوط على الشجرة الرجل على الرغم من أنه كان يشاهد دب الأسود الضخم وهو يعد حصانه بكوة ويسقطه على الأرض فإنه صور بعض اللحظات من هذه المواجهة الفريدة من نوعها ثم غادر المكان لينجو بحياته في حين بقي الحصان يتخبط في قبضة الدب تعاون هؤلاء الرجال فيما بينهم كي يخرجوا كلبا علق في هذه القناة بمدينة منشستر الإنجليزية حيث قام مجموعة من الرجال بالإمساك بمالك الكلب من نجليه وعندما أمسك هذا الأخير بكلبه سحبوه إلى الأعلى لقد تمت عملية الإنقاذ بنجاح هجوم النسر رصدت كاميرا المراقبة في هذا المنزل نسرا ضخما وهو ينقض على جرو كان في الشرفة حيث أمسكه بمخالبه وغادر قد يبدو لكم أن كل شيء انتهى لكن بعد ثوان ظهر الجرو وهو يعود إلى المنزل مسرعا لا ندري السبب الذي جعل النسر يتخلى عن فريسته لكن الاحتمال الوارد هو قيام الجرو بعض النسر في ساقية وبالتالي اضطر هذا الأخير إلى إفلاته هجوم الفهد يظهر هذا الرجل صاحب القميص البرتقالي وهو يمشي في الطريق على متن دراجته الهوائية وفجأة ظهر فهد شرس من الغابة وانقض عليه وأسقطه على الأرض الغريب في كل هذا أن الفهد لم يواصل مهمته التي اعتاد القيام بها عندما يهاجم فرائسه بل عاد أدراجه واختفى في الغابة وترك الرجل ملقا على الأرض الرجل المحفوظ لم يفهم ما الذي يحدث معه ونهض ثم ركب دراجته وواصل طريقه ترجمة نانسي قنقر